يسعدنا يشرفنا في موقع علا كورا أن يتواجد معنا موهبة من مواهب النادي الأهلي ومنتخب مصر ولاعب من أفضل خمس لعبين في آخر ثلاث مواسم النجم ومنتخب مصر والنادي الأهلي كابتن هاب همين أهلا وسهلا بيك أبتن أهلا بيك يا مبسوط أن يعم معاكم هنرجع بقى لبداية كده خالص بدايتك مع كرة سلة جاتي إزاي؟ يعني حد ما الأسرة أقول إكترح عليك ولا أنت قرارت تلعب كرة سلة؟ هو أنا أصلا إسكندروني فمن وانا عندي ست سنين أبا وماما حطوني في كزا رياضة كان بينهم الباسكت فعليعبت رياضات كتير وأنا صغير بس كان تقريبا يعني أقرب واحدة لقلبي كانت الباسكت وكمان كنت كويس فيها أكتر من رياضات تانية فعبت أقرب للرياضة كل شوية وأنا بكبر بس لغاية لما كملت فيها لغاية دلوقتي لما كنتش تحب تلعب سلكم تلعب إيه؟ أعتقد باسكت برضو يعني أنا من المرة عندي ست سنين مرتبط بالرياضة ملعبتش معاملتش أي حاجة تانية غيرها ففي علاقة كده ما بينهم وبين الرياضة يعني حتى في الأجازة بحبها على باسكت بحب دايما أتفرج على منشاط الباسكت بتاعت فرق تانية فأعتقد يعني باسكت أقدر أقول أما جات لك المنحة الأمريكية مين أكتر واحد في البيت تشجعك على السفر؟ ومين على النقيد بقى كان أكتر واحد معارض لفكرة السفر لأنت وقتها كنت مسافر لوحدك وظهر في السن؟ بالضبط يعني 17 سنة كان على طول بعد بطولة أفريقيا اللي في موزنبيك أكيد بابا كان أكتر واحد مش عايزني سافر بابا يعني دكتور هو قول سكول شوية فيعني كان عايزني برضو أنا جالي كمان صيدالة اسكندرية فكان عايزني أقعد وأخش صيدالة وأكمل مع الباسكت اللي اثنين وماما كمان دكتورة فالعيلة كلها يعني كانت عايزين أخش في السكة دي والشيف كمان أخويك كبير صيدالة فكت أنا الوحيد اللي عايز أخش في سكة الرياضة فبس هو الشريف أخويك كبير أكتر واحد كان يعني مشجعني وهو اللي أقنع بابا وبابا يعني ماما كانت عايزين سافر بس في نفس الوقت كانت مترددة بس يعني الشريف اللي أقنع بابا إن أنا هيبقى أحسن لمستقبلي وإن أنا ممكن يبقى عندي مستقبل في السنين اللي بعديها لو سفرت أمريكا وإن أنا ممكن أتطور هناك ويبقى أحسن لمستقبلي فالحمد لله إنه أعرف إيقنا بابا بداية سفرك لأمريكا سفرت لوحدة ولا كان في شريف معاك أو وددك أو وددك؟ أنا لوحدة طبعا كنت لوحدي وكان دي كنت أصعب حاجة بالنسبالي اللي هي أول طلع أول ست سبعة شهور عشان تلوحدك ورايح بلد تانية ولسه صغير وقبل كده كان دايما بسافر مع أهلي أيما بسافر مع نادي سبورتينج أو مع المنتخب فدايما بسافر في بعثة مع ناس عمري وكنت سافرت لوحدة ومرة دي بقى كنت بسافر أعيش لوحدة فطلع هناك كان صعب أوي أول ما سافرت إيه الموقف اللي حصل لك؟ وتصدمت منه؟ فكرت وقتها تقطع رحلتك وترجع لمصر أنا أول ما سافرت يمكن مفيش بعدها تليم بكم أسبوع في التمرين حتى ما كنش تلس بداعنا ما تشاهدك كنا في الفترة اللي في بري سيزن في الأول خالص كنت داخل لياب لوحدة وحد خوطني من وراء فوقعت جالي كسر في ضهري من تحت وعدت مصابب ست شهور وكنت بلبس باك بيس بنام بيه وباستحمى بيه وكانت فترة صعبة قوي عليها وكنت لوحدة كمان وقتها يعني حدش من العيل عارف يجيلي فكت صعبة قوي عليها فترة دي وكنت بفكر كدين أرجع بقى تعاليك في مصر وأهل ولا عبسان اللي وراها في مصر عادي وخلاص وكده بس يعني حسيت أنه هو امتحان وأنه أنا ما جيتش كل ده عشان أرجع وأنه أنا لو عايز أكمل لازم أمر بحاجات شبه دي بس كانت بنسبة لي بس صعبة عشان هيكت أول ما روحت كنتش إسا أخدت حتى على أي حاجة هناك بس الحمد لله كانت فترة وعدت وأعتقد أن هي يعني فايدتني كتير وخلتني شخصة أقوى يعني بعد كده درست أي في أمريكا بقى؟ أنا خلصت آخر سنة هناك هاي سكول وبعدين دخلت عملت الباتشراس بداعتي الأندريجاد في انترناشنال بيزنس ودرست ماسترس في حاجة اسمها دي يعني حاجة كده ليها ميكس ما بين البوليتك شوية والـ HR والـ فأنا الدراسة بالنسبة لي كان دايما حاجة مهمة بالذات عشان ما كملتش الطريق والدي والدتي كان عايزينه فكان دايما يعني بحاول أنا أقدم أقدر أركز فيه عشان يعني أوريهم إن أنا أقدر ألعب وأكمل دراسة بس طبعا بعد ما تخرجت حطيت كل تركيزي في الباسكت أي أكتر بلد سافرت له وكان نفسك تعيش فيه؟ أسبانيا أكيد بحسنة شبه مصري شوية الشعب عندهم سطوع عالي شبهنا الأكل حلو قوي عندهم مدن كتير قويسة حلية فأكل السيفود عندهم حلو وأنا أصلاً أسكندراني بحب السمك موت مغير إن البحر حلو هناك كان نفسي عيش في أسبانيا روحت هنا ثلاث سنين واربعا في بلد معانا يعني بلد معانا في أسبانيا؟ برشلونة برشلونة أكيد وأنا أصلاً مشجع برشلونة فموضوع كامل هل جالك عروض احتراف أوروبية بعد ما خلصت الجامعة ولا لأ؟ جالي كذا عرض بس أنا الفترة دي كان بالنسبة لي الأولوية إن أنا أرجع مصر وطبعاً مضيت في النادي الأهلي وإن شاء الله يعني تبقى قصة تكمل سنين طويلة لو ما كنتش بتلعب في الأهلي إيه الدور الأوروبي اللي كنتم ممكن تلعب فيه وإيه النادي اللي نفسك تلعب له؟ النفسي أعب دوري أسباني أكيد من أوقات دوريات في العالم وأكيد حلمي يعني ألعب في النادي اللي أنا بشجعه وموضوع صغير برشلونة لو جالك دلوقتي عرض احتراف هتحب تكمل أهلي ولا تخوض التجربة لو جالت لك دوري أسباني مثلاً بس ما جالك شوار شواء وجالك دوري أسباني؟ أكيد أنا حلمي أنا صغير أنا أحتراف بس أنا بالنسبالي بردو كان حلمي نلعب في النادي الأهلي وأعتقد الخمس سنين اللي فاتوا أحدوا بسرعة قوي ومن أحسن السنين اللي في حياتي ويعني في كريري وإن شاء الله نكمل المشوار ده مع النادي ووديهم لغاية لما أقدر يعني ولو النادي الأهلي يعني وافق أو شايف إن ده مناسب في التوقيت كويس أكيد أنا يعني حلمي إن أنا أحتراف بس برضو لازم لازم النادي يبقى هو ليه القرار الأول والأخير نرجع لفترة انتقالك لأهلي اتقال وقتها إن رغبة أهاب أمين كاتت الزمالك وإن كابتن عمر حسين تدخل لانضمامك لأهلي ماذا صحة الكلام ده؟ في ناس كتيروا بتتكلم دايب في موضوع ده كويس إن احنا بها نتكلم فيه هو وقتها كان أنا رغبتي يعني الوحيدة إن أنا ألعب في النادي الأهلي وحتى كتبت رغبتي إن أنا عايز ألعب في النادي الأهلي عشان وقتها كان فيه كلام إن أنا ممكن نروح نادي الزمالك أو نادي الاتحاد بس وإن أنا يعني اللي أنا عارف وقتها إن كابتن عادلي وكابتن محمود يعني مجلس إدارة تواصل مع مجلس إدارة نادي سبورتنج وقتها كان رئيس النشاط الرياضي في النادي كابتن عامل حسين تواصله معاه وبعد يعني إن أنا قلت رغبتي إن أنا عايز ألعب في النادي الأهلي أخذوا الاستغناء بتاعتي من النادي سبورتنج وقتها حتى أنا فاكر كان لازم يشتغروا الاستغناء بتاعتي من النادي سبورتنج وقتها كان تقريباً 3 مليون جنيه فكان يعني الحاجات كان مبلغ كويس وما كان أول مرة يدفع في العيب باسكت بالذات يعني المبلغ دي ما كانش بدفع قوي في العيب الباسكت فبس بعد كده خلاص أنا كنت متفهم مع النادي الأهلي على كل حاجة العقد المدة كل حاجة وكان وقتها كمان كابتن عشفت فيه هو المدرب والجهاز واللعيبة في كل حاجة كانت بالنسبة لي يعني مثالية إن أنا أروح لنادي الأهلي في الوقت ده إيه أغلى بطولة هتاع مع الأهلي بطولة العربية أفريقيا أول دورة اللي هو كان 2021-2022 السؤال صعب يعني بالنسبة لي بطولات مع الأهلي بتبقى غالي قوي بس ممكن قوي بطولة أفريقيا بطولة أفريقيا كانت غالي قوي بالذات إن هي قوي بطولة أفريقيا ليه يمكن أنا قبل مسافر وأنا صغير كسبت دوري وكاس ومرتبط مع سبورتينج كنت رس صغير أوي سبات شهر سنة بس كنت بشارك كابتن مرعي كان بلعبني وأنا صغير فكسبت اشتبع بطولة أفريقيا وأنا صغير فلما رجعت ولعبت مع الأهلي وحسيت بمكسب يعني إيه ما تكسب بطولة أفريقيا وبالذات إن هي موهلة لكاس عائلة بندية أعتقد دي أغلى أغلى بطولة أي أكتر بطولة زعلت على خسارتها؟ مع الأهلي ومع المنتخب؟ التعليب علينا مواجهة ممكن مع المنتخب سهلة مع المنتخب بآخر كاس عائلة ماتش نيوزيلاندا عشان الماتش ده لكنا كسبناه أكثر من 18 تأيبا بنت كنا نتأهل اللومبياد دايريكت كان زماننا دلوقتي بنجهز لفرنسا فالماتش ده كان صعب وطلع ساوسسودان وودانا على الملحق مع الأهلي ممكن أقول بطولتين بطولة عربية في الكويت ونهاية كاس مصر السنة دي احكي لنا بقى عن الستيل اللي انت عملته قدام الأردن جات لك الفكرة ازاي يعني ممكن اعود اقول لك ان انا بقى كنت بفكر ازاي هعمل كده بس يعني مش اكذب عليك في حاجات كده بتحصل في الرياضة وبزداد في الباسكت موتفكرش فيها ولقطة زي دي ممكن ما تحصلش تاني في كاريري او بتحصل ولاية قوي وفي حاجات ما ينفعش ترتب لها يعني انت عمرك وما كنت تتخيل ان اللعيب هيطلع كورة من الاوتسايد كده لعيب الأردن هيتقل عليها قوي كده وان انا هبقى بوزيشن انا ممكن انطط عليها النطة دي يعني مش حاجة بتمرن عليها كل يوم في التمرين او الواحدي ممكن اقولك ان انا اتمرنت عليها وكنت مستني عاملها في ساتينج زي ده بس هي حصلت كده كتلقائية وكتلقائية مهم جدا وفي وقت مهم جدا يمكن في اخر الماتش وفي كور كده يعني بتبقى مش بازكت قوي بتبقى روح اكتر وحاجات كده فلما بتعمل كور زي دي يعني بحس ان انت بتفوق الفرقة وبيبقى لها معانا اكبر من كور تانية كتير فالحمد لله ان ربنا وفقني وحصل الكورة دي في ماتش زي ده في توقيت زي ده في كاس عالم الجمهور على السوشيال ميديا بعد اللقطة دي بتاع دي لستيل تشبه الحركة والاداة ده بيت صرف حسام غالي مع الاهلي قدام الترجي في افروكيا ايه رد كان رد فرقة بتاعيه انا مش عاقب كان ايه اللي ممكن يحصل لو لعيب الترجي ومسا انشاط راسكفة الحسام او حاجة بس دي الفدائية دي يعني والروح دي بتجيلك من جواك يعني انت بتحس بيها مفيش حاجة تقدر تصطناها او كده انت كاس العالم بطولة بطي كل اربع سنين واللعب المنتخب يعني حاجة غالية قوي انت بتمثل بلدك بلد زي مصر يعني عظيمة اكتر من 110 مليون دلوقتي فيعني انت بتلعب في بطولة بطي كل اربع سنين انت بتعط مرن كتير قوي عشان تلعب بطولة زي دي كان ماتش مهمة قوي بالنسبة لنا فانت لو بجد يعني لو كورة تقدر تعمل اي حاجة عشان تلحق كورة قوي وتطلع بره الملعب او عشان تساعد فليتك انت تكسب باي اي طريقة هتعملها فدي حاجات بتيجي تلقائية يعني انت معتقدش كابتن حسام كان حاطت دماغه ان هو هينزل برأسه تقريبا يعني زي ما بيقولوا عليها هي الحسل النجيلة وانت تاكل الملعب الحاجات دي انت ما بتبقاش يعني مرتب لها بس هي بتحصل لوحدها كان ايه احساسك لما عرفت ان انت خدت افضل قطع كورة طب ستيل في بطولة كبيرة زي كاس العلم وتفوقت على لعبين كبار في البطولة دي طبعا يمكن كاس العلم بطولة زي ما قلت كله قطي كله اربع سنين فيها نجوم من كل منتخبات العالم بطولة صعبة قوي الليفل بسكت بتاعها عالي جدا بس احنا يعني بالنسبة لي كان اهم حاجة ان احنا نتهى اللومبياد مباشرة وكنا مصدقين ان احنا كنا قريبين قوي ان احنا نعمل كده فكت بالنسبة لنا من كبيرة قوي ان احنا ما قدرناش نوصل على طول بالذات ان جات لنا كتفارق علاماتش واحد بس بس يعني الموضوع اللي انا كنت طب ستيلز في كاس العالم ده انا اصلا ما كنتش عارفه غاية لما رجعت مصر بعدها يمكن باربع خمس ايام عشان البطولة لازم تستنى لغاية الفاينلز عشان كان فيه لعيبة الستادس بتاعيتها في الستيلز قريبة مني لسه بتلعب في نهاية كاس العالم او في سيمي فاينلز بس فلما عرفت اكيد كنت مبسوط عشان يعني انت بتعط مرن الفترة طويلة وبتعط تجاهز للكاس العالم كتير وبتعط تتمرن وحتى في كاس العالم نفسه قابليها انت بتعط مجدود وبتعط مركز وبعد نفسها حاجة كتير قوي عشان تقدم احسن حاجة لنفسك والمنتخبك والفرقة والمدرب وكلنا نقدر يعني نوصل اللي احنا عايزينه فاكيد كنت يعني مبسوط ان قدرت ان انا ابحسن ستجيلز في كاس العالم ايه اكتر مدربين اثاروا في مسيرة كابتن هاب أمين ممكن اقول اتنين مصريين واتنين جانب اتنين مصريين طبعا كابتن ماري وكابتن أشرف توفيق اتنين جانب كابتن روي رانا وكابتن أوجستي روي رانا تحديدا ايه اللي اضافه اللي هاب أمين على المستوى الشخصي والفني كتير يمكن هو قعد معانا فترة صغيرة قوية يمكن سنة أو سنة ونص بس هو يعني غيرني في حال كتير بالذات ان هو حطني في حتة تانية ووراني حاجات انا اصلا انا صغير كنت بلعب بليميكر اللي هو مركز واحد بس طوله ما انا صغير وبعدين لما رجعت بقيتبالعب لمرجعت الاهلي أول مرجعت كنت بلعب شوتين جارد اثنين فبعدين بقى مش م algebra مش متضايق لما بلعب بلعب شوتين جارد عادي بلعب الاثنين بقى رياحية وبقى ساعات هنا كوائس وبقى ساعات هنا أحسن يعني حسب فرجع لي حاجة كتير وداني سيكوف نفسي كبيرة قوي في مركز انا كنت حاسس ان انا مش لقي نفسي فيه قوي وكنت بحب وافضل بصراحة ان انا ألعب شوتينج جارد وبقى يعني سكورينج فرست جارد بعدين لما لعبت بوينج جارد ساعات بقى الاول باس فرست او لازم ألعب الهاجمة اللي هو عايزها او الخطة اللي هو عايزها ويمكن معدل اساسي باعتي عالي كتير معاها فهو غيرني حاجة كتير وبعدين حسني حاجة كتير في وقت قليل وغير لي هابتس كتوحش عندي برضو فما كنتش واخد باني منها وعادي يعني انا دلوقتي 28 بحس ان انا عادي كل سنة لازم اشتغع نفسي واتحسن السنة اللي بعدها ايه الاضافة اللي قدمها مستر روجستي لهاب امين اممكن مستر روجستي من اكتر المدربين بيشتغلوا الشوتون في حياتي يمكن في اي وقت بيشتغل قبل التمرين بعد التمرين في الطيارة وفي الاتوبيس ويحنا رحين الماتشارت ويحنا بناكل بحب الباسكت انا كنت فاكر انا من اكتر الناس اللي بحب الباسكت انا دايما حد زي اقولتلك ان انا في الاجازة في اي وقت بحب اتفرج على باسكت اشوف ايه اللي بيحصل مستر روجستي في حتة تانية بقى يعني اعلى من كده بكتير زي ما بيقوله عايش الباسكت في اي وقت ما بينامش فانا حضرت ده بنفسي فهو يمكن تزودلي الحتة دي الشغف عندي ذات شوية بلاس ان هو زي ما بيقوله وينر اوي انا اكتر حاجة بيحبها ان هو يكسب فدي بالنسبة لنا وكمان بالذات في النادي الاهلي مهم اوي ان النادي الاهلي بالنسبة له المركز التاني مش اوبشن فان هو خلانا انا بالذات ان انا ممكن اضحي بحاجات او ازود حاجات او انا الشغع نفسي عشان نكسب البطولات مع بعض اول دوري الاهلي كسبوا احنا رحنا بموراه فاصلة كابتل نهايب امين عمل تحديدا فترة ثلتة ورابعة اداء رائع جدا سجلت اكتر من 30 نقطة كانت هو في موسم 2021-2022 كواليس بقى والاداء اللي انت عملته يعني احكي للجمهور بقى اداءك في المغرى دي اكيد الماتش ده يعني كان غالي علي اي اوي وعلينا كلنا كان اول دوري لنا الجيل ده مع النادي الاهلي يعني ممكن اقولك ان الوقت ده يعني ممكن كل الناس افتكر ان انا ممكن كسبت الاهلي الماتش ده والدوري ده وكده بس بالعكس الفرقة دي والجيل ده في الوقت ده اعتقد ان احنا كان صعب اوي ان احنا نخسر كنا فرقة ديب جدا اول خمسة زي تاني خمسة اي حد مصاب اي حد مش انفرميته التاني بيشيله ففرقة في الوقت ده كانت كويسة اوي نرجع للمباراة دي الشوت الاول الاهلي كان متأخر قدام الاتحاد ايه التعليمات اللي قالها بقى مستر اوجستي بينه الشوتين للعيبة وهل كانت فيه تعليمات خاصة لكابتن ايهاب امين اكيد فيه تفاصيل بس يعني ممكن اتكلم عامة مستر اوجستي من احسن الحاجات فيه ان هو يعني مدرب كبير اوي على الخط وبيقدر يعمل adjustment كتير اوي دي اهم حاجة في المدرب اكتر من تحضيرات الماتش انت ازاي عشان ممكن تحضر الماتش كويس اوي ويحصل حاجة تانية خالص في الماتش فاحسن حاجة المستر اوجستي ان هو بيعرف يعمل adjustment في الماتش نفسها كويسة جدا فكان دايما بالنسبة لنا حتى بالذات في السنة دي كان بالنسبة لنا شوت تالت كان دايما بنعمل فرق فيه وبيساعدنا ان احنا لو خسرنين نقل بالنتيجة او لو كذبنين نزود الليد فاعتقد ده اللي حصل بالذات في الماتش ده فريق الاهلي قدم مسلمين متميزين وسيطر على كل البطالات محلي وعربي وكر ايه كان سر السيطرة وتمايز الاهلي في الفترة دي اه يمكن الفرقة كلها وان يعني كان عندك نجوم كتير الفرقة وحتى الرول بيرز كانوا على اعلى مستوى وكان في ماتشات كتير وماتشات مهمة وتقيلة كان هما اللي بيسندونا ساعات فده كان سر كبير اوي ودي دايما فرقة البطولة لان ما بتبعش فرقة النجمة او النجمين بتبقى فرقة كاملة بلاس ان بالذات حتى لما دخلنا على نهاية دوري مثلا في السنة الاولى او التانية ان احنا كنا داخلين يعني جاهزين للخمس ماتشات او الاربع ماتشات مش لماتش واحد وده كان بيفرق معانا كتير هل فيه قرار خدته واندمت عليه ولو رجع بيك الزمن تهتغيره؟ ما بحبش افكر بالطريقة دي انا دايما القرارات حتى لو حسيت ان قرار ممكن كنت اخدت قرار تاني بحس ان هو ده القرار اللي انا اخدته وقتها كان صح عشان بتعلم منه وان هو بيخليه مغلطش نفسه الغلطة تانية او اتحسن ودايما يعني ما بحاولش ان انا نندم على قرارات اخدتها مين اقرب صاحب لك في فريق القدم وفريق اليد بالاهلي في قدم ممكن اولي اتنين احسن الشحات وطاهر في اليد حمايد حضرت ابلكده ماتش كرة في الاستاذ تفتكر الماتش ده كان بين مين ومين يعني من ساعة ما بيتبقى في نادي اهلي بيتبقى روح ماتشات كتير في فريق كرة بالذات اكتر مشاطر الفاكرة هالسان الفاتت اربعة واحد اهلي وزمالك روحت مع عمر الجندي طبعا اههوا دائما في الاستاذ اه واكيد بتبقى مبسوط قوي يعني لما بتروح وتشوف الجماهير في منظرها في الاستاذ وراحين قبل الماتش بساعات وبيقعوضوا تقريبا تسعين ديكة كلها بيسكتوش فبتبقى جواء رزيزة قوي وبتديك حتى لو انت قاعد في مدرجات بتديك دافعة ان انت حتى في لعباتك ان انت تتقدي يعني احسن مستقى كابتن هاب بقى اختار لنا افضل عشر لعبها في وجهة نظرك يعني خمسة قدام خمسة في مصر؟ اه في مصر ماشي انا هحاول ما اجيبش من الجيل القديم قوي اللي هو جيل متحة واردة والجيل ده عشان ده جيل عظيم وانا كنت لسه تاريما ما توارتش فيعني مش عايز هزلم حد فيه أساطير كلهم بطولة أفريقيا وراحوا أولمبياد ويعني عملوا حاجة كتير قوي فهروح للجيل اللي انا يعني كنت صغير اللي وعيت عليه شوية ممكن بليميكر اقول كابتن والبادر شوتين جارد كابتن رومي جنيدي سمال فورود كابتن احمد مونير وبعدين بيبوتات اسماعيل احمد وطريق غنام اعتقد الخمسة دول هكسابه اي حد ممكن الخمسة من الجيل دلوقتي دولة ايمان شاوكت عمر الجندي طيبوتات اناس وعمر طارق بس انا يعني لو هراهن هراهن على اول خمسة بصراحة للأسف يعني بقى ان الخمسة تريد كلهم صحابي وحبايبي بس اول خمسة تقال قوي أساطير كلهم في مقولة بتتقال دولاتي ان مواهب ممصر في كرة السلة قلت عن قبل كده ايه تعاليك عن الكلام ده؟ مش حيي طبعا بالنسبة لي انا دي واجهة نظري طبعا ممكن حد يختلف معايا ومش اقول بي يعني ممكن بس ابدأ السؤال ده عايز اطول فيه شوية معلش بس حتى في البداية ممكن اتكلم حتى على افريقيا ممكن الان بي ايه بالذات بدأت تستثمر كتير في الكرة وحتى في مصر بالذات فتحوا فرع هنا في مصر الان بي ايه فده معناه ان انهما شايفين ان في موارد وفي مواهب كتير وعن مستوى بقى يعني القريب شوية بالنسبة لي مصر انا اصلا يعني كنت انتريسته في الموضوع ده عشان انا حاسس ان في مواهب كتير مبتقدرش توصل المستوى اللي هي ممكن توصله عشان يعني اكيد بالذات مجتمع الباسكت عارف ان الباسكت مش اقول الاحتكار لنوادي معينة الكبيرة بس يعني بتبقى اصعب كتير لانت لو بتلعب في نادي مش في القاهرة او في اسكندرية ان انت انت توصل لعلى مستوى ليك او توصل تلعب في الليفل عالي مع ان في مواهب كتير وانا شفتها بنفسي فنفسي يعني ان المواهب دي ابقى عندها اي تولز وان هي تقدر توصل ان هي تلعب في نوادي كبيرة حتى لهم في السعيد في اسكندرية في اي حتة فان شاء الله يعني في السنين الجايين بالذات في الوقت يعني ان شاء الله السنين الجايين يعني ان انا حاول اساعد المواهب دي بأي طريقة ممكنة ايه ابرز المواقف اللي جمعت هاب امين مع الوزير الراحل العمري فاروق ان هو معروف عند الجمهور ان هو كان يعني اكتر واحد بيهتم بفريق كرة السلة ده حقيقي يمكن الله يرحمه كابتل عمري كان ليه حتة في قلبه كده للباسكت بالذات كان دايما ورانا حتى في التمارين في الماتشات اي حتة يعني كان بيجي لنا حتى نهاية المرتبط ممكن يجي لنا اسماعليا في الكهيرة في اي حتة في اسكندرية دايما ورانا حتى ماتشات اللي برا مصر ممكن قبل وفاته بوقت ولايل كان معانا رئيس بعثة في السوبر في البحرين ضد الزمالك ويعني قبل الماتش قاعد معانا ودانا يعني سبيتش يعني كان ليه دافع كبير ان احنا نكسب الماتش ده عايز اقول ان هو يعني بجد اهلاوي بجد تقريبا كان كل يوم كل يوم في النادي من الصبح لغاية بالليل اي وقت التمعات دي دايما هتشوف كابتن عمري ودايما كان فرحان راجل محترم كان محترم قوي قوي وبحتق معانا يعني هو كبير في السن بس دايما كان بيحترم اللي أصغر منه بكتير كابتن محمود الخطيب رسطورة والعيكونة الوزير الراحل العمري فاروق كان بالنسبة لنا زي اب روحي للفرقة والفرع كله ويعني كان ممكن الوافي او مخلص عمر الجندي اخويا كبير مستر اوجستي بوش صاحب الانجازات مع النادي الاهلي كابتن اشرف توفيق السبب رئيسي يعني السبب رئيسي او من اهم الاسباب ان انا لسه موجود في نادي الاهلي وان انا مضيت لنادي الاهلي انس اسامة زميل الكفاح دكتور شريف امين اخويا وحبيبي عاصم مارع ما تخيلش معسكر منتخب من غيره يعني دائما اكتر واحد بيفوك الجو واكتر واحد بيدرابني دكتور محمد شوق طريبا اكتر واحد شوفت محترم في حياتي يعني احنا شوفت ناس كتيرة في حياتي بس هو ايتيكيت احترام كل حاجة يعني ما شاء الله محمد سروق امك كان وشة حلوة علينا قوي كان معانا رئيس بيعسة في بتوطف افريكا اللي كسبناها في رواندا وعالمستوى الشخصي انا بحب قوي احمد الجرح او ده قصة طويلة بس يعني برضو مع كابتن اشرف من اسباب الرسالي انا جيت للنادي وفضلت في النادي لغاية دلوقتي وفضله عليها كبير قوي ويعني صاحبي ومدربي جماهري الاهلي كلمة واحدة متوفيش اللي هما بيعملو معانا ودايما في ظهرنا والالف كلمة يقدر يوصفوا اللي هما بيعملو معانا